قراءة القرآن لها فضل عظيم فإن السكينة والرحمة تتنزل على قارئ القرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده